وينضم إلينا من تونس مراسل الغد بلال مبروك بلال هل هناك جديد في ختام اليوم الأول من الحوار الليبي؟ نعم ريش في الحقيقة هناك تكتم شديد عن مجرية هذا المؤتمر ولا وجود تصريحات من المؤتمرين ربما المكان المخصص للصحفيين ومركز علامي وبعيد عن مكان عقد المؤتمر أو الفندق الذي ينعقد في هذا المؤتمر ربما بسبب البروتوكول الصحي وفيروس كورونا أو أيضا لتجنب ما حدث في مؤتمر جناف من ربما اختراقات أو تسريبات ولكن مرشحة حتى الآن هناك جلسة مسائية انطلقت وفق ما وصلنا قبل قليل انطلقت الجلسة المسائية قبل حوالي نصف ساعة ولكن وفق مرشحة لدينا من تسريبات أن هناك أجواء إيجابية أجواء تشاور وحوار إيجابية من مختلف الأطراف هناك توجه نحو الاتفاق على مسودة تتضمن العديد من النقاط أهمها ربما هو عقد انتخابات عامة في البلاد في فترة انتقالية لا تتجاوز السنة والنصف هذه الانتخابات يجب أن تتمخذ عنها حكومة وحدة وطنية ذات مجلس رئاسي وتكون ممثلة هذه الحكومة من مختلف الأقاليم الليبية يعني قليم برقة وفزان وترابلس بالإضافة إلى نزع سلاح الميليشيات وبعث جيش ليبي جامع جيش وطني ليبي يعني يدافع تحت رأية واحدة وهي رأية ليبيا هذا أهم رشحة ربما هذه النقاط سيتم تطعيمها بنقاط أخرى ربما ستتوسع دائرة التشاور أكثر هذا ربما سنترقبه في حال تم عقد ندوة صحفية أيضا هناك لافت ربما الحزم أو هناك نوع من الإيجابية تتحدث بها مبعوث الأمم المتحدة حيث تتحدث أنه لابد من وجود حل لأن الأزمة الليبية طالت واستطال العهد بها كانت هناك كلمة مؤثرة أيضا كلمة هامة وفق ردود الفعل هنا في تونس كانت للرئيس قيس سعيد حيث أشاد بالعلاقة بين البلدين وقال أن الأمن القومي التونسي هو من الأمن القومي الليبي وأكد أيضا على أنه لا وصايا خارجية على الشعب الليبي ربما يقصد بعض الأطراف الأجنبي وطرف أجنبي بعينه حاول مرارا وتكرارا أو يحاول شق الصف الليبي هنا في الرأي العام التونسي هناك إشادة ومباركة لتنظيم هذا المؤتمر حيث يعيد تونس إلى واجهة الوساطة الليبية تونس كما نعلم كانت مستنكفة أو كانت مؤتزلة هذا المؤتمر قد يكون له رسيد معنوي بالنسبة لتونس بلال هل هذه الأجواء الإيجابية يعني توحي بأن هذا التوافق سيستمر إلى نهاية الاجتماعات على ما يبدو وفق التسريبات هذا هو يعني هناك جو من الحوار وهناك جو إيجابي على الرغم من التكتم كما ذكرت سالي فناريج ولكن هناك جو إيجابي يدور الآن في هذه الاجتماعات لوجود لمشاحنات لوجود ربما للتباين الجذري في وجهات للنظر وهذا ربما ما يؤشر على الأقل إلى التوافق حول نقطتين أو ثلاثة نقاط ربما هي انتخابات يعني فترة انتقالية قد تكون محل وفاق بين الجميع وأيضا بعث جيش ليبي واحد يعني تحت راية واحدة وهي راية الدولة الليبية قد يكون محل توافق باستثناء أقلية ربما ولكن الوفق ما رشح لدينا الأجواء تبدو إيجابية في يومها الأول في هذا المؤتمر يعني في اليوم الأول لهذا المؤتمر نعم بلال مبروك كنت معنا من تونس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر